قام حاكم إقليم السلامات محمد زين الحاج يحيى بزيارة إلى معرض الأسبوع الوطني للمرأة الشادية بمدينة أمتمن حاضرة الإقليم كان ذلك بحضور المندوبة الإقليمية لوزارة المرأة ورئيسة اللجنة المنظمة للمعرض تقرير زميلة محمد الأمين أحمد في إطار نشاطات الأسبوع الوطني للمرأة دورة 2017 جاءت زيارة حاكم إقليم سلامات محمد زين الحاج يحيى إلى المعرض الذي أقيم بمدينة أم التيمان حاضرة إقليم سلامات وذلك بهدف الإطلاع على أنشطة المعرض الذي أقيم بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة وقد استقبل الحاكم والوفد المرافق له من قبل المندوبة الإقليمية لوزارة المرأة بإقليم سلامات ورئيسة اللجنة التنظيمية للمعرض وعمدة حراز منغن وبعد مراسم الاستقبال تفقد حاكم سلامات أجنحة المعرض برفقة رئيسة اللجنة التنظيمية وعدد من المسؤولين هذا فقد استمع الحاكم إلى شرح مفصل عن المعرض من المشاركين كما وجه لهم أسئلة واستفسارات تتعلق بالمنتوجات الزراعية حيث أعجبا بهذا الإنجاز الكبير مؤكدا بأن إقليم سلامات هو بالفعل مصدر حقيقي للإنتاج الزراعي في معظم المواسم بالبلاد داعيا الجميع على العمل بجدية من أجل محاربة الفاق والفقر ومشيدا بدور جمعيات القروض الصغيرة من أجل مساعدة المرأة للاحتفال بالأسبوع الوطني علما بأن مثل هذه المساعدات سوف تسهم في رفع كفاءات المرأة وقدراتها الاجتماعية من أجل الاحتفال بأسبوعها الوطني